طبعا في البحار أكو هناك العلامة المجلسية رحمة الله عليه يشير إلى نكتة يعني النقطة الدقيقة إلى نكتة دقيقة وهذه النكتة هي أنه حتى في اللذائذ الجسدية كيف تنظر إلى هذه اللذة الجسدية النظرة تختلف يمثل بمثال نحن نذكر نظير لذلك المثال إذا أكو مرجع من مراجع التقليد الكبار الذين تعتقدون به وتجلونه أو واحد من أولياء الله الكبار واحد من المعصومين صلوات الله عليه حظيته بلقاء الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه فقدم لكم ماء هذا طبعا أنا أغير مثال العلامة المجلسية رحمة الله عليه إلى هذا المثال لكن روح كلامه محفوظة وأكو هناك طفل صغير عمره عاميا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه قدم إليه الماء وسقاه الماء الطفل ينظر إلى الماء ولا ينظر إلى اليد التي قدمت له هذا الماء ما عنده فرج لما يفهم مدارك قاصرة يقدم له هذا الماء رجل عادي في الشارع أو يقدمه له ولي من أولياء الله ينظر إلى الماء كماء لأنه لا يفهم ولكن أنتم الذين ركضتم عمرا حتى تروا الإمام الحج وتحظوا بنظرة منه إنت عندما الإمام صلوات الله عليه يقدم لكم الماء لا تنظرون إلى الماء تنظرون إلى الماء ولكن قبل ذلك تنظرون إلى اليد التي قدمت لكم هذا الماء وإلا الماء موجود في بيتكم الماء مبذول في بيتكم العلامة المجلسي رحمة الله عليه يقول نعيم الجنة حتى النعيم المادي الذين في هذه الدنيا عبدوا الله سبحانه وتعالى عبادة جوفاء قشر قشر العبادة ونظرهم إلى اللذائذ المادية التي في الجنة بما هي لذائذ يرحون للجنة يتمتعون بتلك اللذائذ بتلك الأنهار بتلك الأطيار بتلك الورود ولكن بما أنها نعم مادية ولكن الأولياء الذين كان فكرهم في هذه الدنيا في الله سبحانه وتعالى ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشرب ماء الجنة ولكن بما أنه مقدم من قبل الله سبحانه وتعالى بما أنه نوع من التكريم الإلهي بما أن هذه الدار دار كرامة الله سبحانه وتعالى فهذه اللذائث المادية موجودة وهناك أيضا لذائظ معنوية من التكريم من التكريم